أشخاص مجهولون بمعية جرافات وقوة عسكرية قاموا بتهديم 18 منزلاً مأهولاً في قضاء أبي غريب غربي بغداد دون سابق إنذار وأمهلوا سكان حيي حميد شعبان والرسالة ثلاثة أيام لترك منازلهم الصعر جات قوة وفلشت أكثر من بيت وبلغت إنه خلال ثلاثة أيام تتركوا المنازلكم المنازل المهددة بالتدمير يسكنها الأهالي منذ أكثر من ستين عاماً والذريعة هي عائدية الأرض لسفيرة حكومة السوداني لدى السعودية صفية السهيل ادعاء وصفه السكان بالكاذب وأوضحوا جملة من الحقائق ومهددين اليوم بالشيرة يقول ما هي يا ابو الحجي عجيتو يقول يالله هاي القاع تاب على صفية السهيل زين صفية السهيل إحنا ندرب القاع للدولة واليوم صار عشرين سنة من طبس صفية السهيل للعراق طبت وجدت هنا وخذت تعويض بالبداية من الحكومة العراقية والحكومة السابقة زين فننشد من رئيس الوزراء أن يتدخر شخصياً في هذا الشغل في ليلة وضحة هاي يجينا شخص يطلعنا سند يقول هاي القاع مالتي زين أنت شون أخذت القاع؟ شون استرجعتها بدون كيشف من وزارة؟ القاع تاب على وزارة المالية وعلى سنة خمسة وعشرين يعني أرض ما الدولة المتنفذين جاي يدخلون بها الأرض يريد يسيطرون عليها كما يؤكد مصدر مسؤول أن مالك الأرض السابق تم تعويضه من قبل الحكومة أكثر من مرة قبل أن يتم تسجيل الأرض باسم وزارة المالية ورغم ذلك فإن الضغوط غير القانونية كما يصفها القاطنون بحيي شعبان والرسالة وضعت أكثر من أربعمائة عائلة جلهم من الكسبة والعاطلين أمام مصير عنوانه التشريد ترجمة نانسي قنقر